من الاخبار اللي منطقيا من ناحية الكورة يعني بتبقى اخبار كويسة للاهلي لما يكون في لعيب اتصاب من الوداد طبعا بنتمنى له الشفاء العجل وكل الكلام الجميل ده لكن كاخبار بالنسبة لما مطش اخبار كويسة ان عندهم لعيب مهم اتصاب اصابة ان شاء الله ما تكونش حاجة كبيرة يعني وان شاء الله يغيب مطش النهائي بس وبعكاية يرجع. المهم ان انا بتكلم على زهري الموت راجي. لما سمعت الخبر ده ما كنتش عارف هل الوداد يعني مسلا بينيمنا بالوقت المسلماني او بيعمل الحاجات بقى اللي هو ايه فلان تصاب وفلان تصابوا اللي يوم في المرعب والكلام ده. فبتديت ادور على الاصابة دي لحد ما عرفت السبب الاصابة ايه. فخلينا واريكو سبب اصابة الموت راجي بالذات. وبعدين نرجع نكمل كلام تاني. جاي من المانيا مشجي. متراشي. 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 جاي من المانيا رابطة مشجيع الزمالك في المانيا كلها بتساند اخواتهم الودادية. احنا يوم لحد كلنا في مجموعة كبيرة جدا من الزمالكوية هتيجي مع اخواتهم الودادية ويشجعوا عشان الوداد يغلب اربعة صفة ان شاء الله اربعة صفة. والله يعني تسلم انت وكل رابطة جمهور النادي الزمالك في المانيا. يا ريت تنادي ببقية اساميل لعيبة لان انت معروف وشوك وقدي ايه وش حلو يعني ووش البركة ربنا يزيدكم ما شاء الله اللهم لا حزد. في يا ريت يا ريت انا بنادي رابطة الزمالك في المانيا بنادي رابطة الزمالك في كل مكان لو في اي حد عندكم نفسها العقلية بتاعت الراجل المحترم ده. اللي ضرب مشوار من المانيا لحد المغرب عشان يشجع الوداد. وده منطقيا عقلاني جدا يعني الراجل بدل ما يضرب مشوار مسلا من المانيا المصر اللي هي بلده. وبالمرة يشوف اصحابه وحبيبه واهله وكده. وفي نفس الوقت ده هناك هيبقى جمهور الوداد قليل فهو وجوده هو والعدد الكبير جدا من اخواته اللي جايين من رابطة الزمالك بالمانيا كان هيعمل فرق مع جمهور الوداد. لا هو الراجل منطقيا وده تفكير زي ما قلت لكم منطقي جدا. قرر ان هو يسافر من المانيا للمغرب عشان هناك جمهور الوداد هيبقى قليل شوية فعلا فيحتاج الدعم بتاعه هو كل اخواته من المانيا. فاتمنى ان شاء الله نشوفك بتهتف ببقية اسامي لعيبة الوداد. وبامر الله بامر الله البطولة الحداشر تبقى بتاعتنا عشان هرجع لك انت انت تاني ايا كان مين الاكاونت بتاعك او فين هجيبك هجيبك يعني الايام بيننا.